اشتركوا في القناة 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 طب شايفوا حباكي ازاي عايزين نشرح للناس بس العملية الانتخابية انه بيتم الاعادة في دوائر ودوائر لأ النسبة اللي هتحسم المقعد لأي من المترشحين الاثنين في جولة الاعادة في المرحلة الثانية بتتم ازاي شوية الاجراءات دي تعايزين نشرحها للناس هو بالنسبة لانتخابات المرشح طب الاناخب بيروح اللجنة بتاعته بيقدم المسندات الشخصية بتاعته بيكون لابة مطالب كمامة وبعدين بيمضي في الورق في الدفتر انه حضر وبعدين بيتخلق من رئيس اللجنة اللي هو المستشار القضائي بطاقة الانتخاب وبيحطها في صندوق عايزين نشرح لناس بس انه في دوائر بيتم فيها اعادة وفي دوائر ما بيتمش فيها اعادة لا دوائر اللي تم ما فيهاش اعادة دي حسمت في المرحلة الاولى اللي بيتم فيها الاعادة دي طبعا كان فيها اعادة لان لم يحقق اي من المرشحين نسبة الـ 50% زائد واحد هل بيشترط نسبة حضور معينة في جولة الاعادة ولا اي نسبة اعادة لا هو بالنسبة للمرحلة الاولى بيسمى النتيجة فيها بالاغلبية المطلقة اللي يبدأ بـ 50% زائد واحد لما بيحصدش النتيجة دي بيتم الاعادة ما بين المرشحين الاثنين هما تليين لبعض في الاعادة ما بشرتش هذا وبتباس ما اغلبية نسبية يعني اللي حاصل على اعلى نسبة الاصوات هو الذي يحقق النجاح في هذه الانتخابات طيب الحركة شايفة زي التنافس في جولة الاعادة في المرحلة التانية هل المنافسة تبدو جديدة في عدة دوائر ولا الامور هادئة او محصومة شبه محصومة لأحد المترشحين لا هو يمكن هو طبعا فيه منافسة لازم يكون فيه منافسة بين المرشحين في الدوائر اللي بيتم فيها الاعادة لأنك انت مش فكله مرشح بيحاول ينافس يقوله فيه دوائر سخنة كده شوية كده ما طبيعي ما لازم يكون فيه دوائر سخنة ما هي اسمها منافسة ليه ما لازم فيه سخنة سخونة في هذا ال طيب ايه الحاسم في الانتخابات ديت في جولة الاعادة فن هل شايف البرامج الانتخابية هل شايف العصبيات شايف ايه الحاسم في الانتخابات لا هو بالنسبة للمحافظات اللي هي بتدمن في المرحلة المرحلة الفوضة الأولى كان يعني اللي حاسم في الانتخابات بدرجة أعلى شوية اللي هو العصبيات والعائلات لأنها هي طبيعة المجتمع كده في المحافظات لا اتغيرت بس ايه بس برضو هي برضو ايه في المحافظات التي تجري في الانتخابات حاليا مش هيبة فيها العصبيات والقابليات عالية شوية لكن هيكون فيها اللي هو انصر مدى قبول المرشح عند الناخبين ومدى استعداده لإقناع الناخبين بالإدلاء بصوتهم لصالحه طبعا طبعا بتوقف على برنامج المرشح على مدى قبوله عند الناس على مدى مصداقيته على مدى استعداده ليه الجذب استعداده هو الشخصي على جذب الناخبين حراك من شايف ان في هل العلاقة بين الناخب والأهل الدائرة بتاعته هل محتاجة ان هي يتم تغييرها يعني النظرة ولا نظرة اختلفت يعني نتكلم عن الدموقراطية التفاعلية العلاقة ما بين الناخب وأهل الدائرة بتاعته هل شايفنا حراك ان هي النظرة لي العضو البرلمان هو عضو خدمات يقدم خدمات لأهل الدائرة وما إلى ذلك ولا النظرة اختلفت في الفترة الأخيرة هي الجزدية دي محل يعني محل بحثه ودراسه من فترة طويلة وطبعا احنا طبعا في حاجة شديدة الى ان احنا نغير هذا المفهوم عند الماخب وعند المرشح من خلال طبعا من خلال طبعا يعني ايه المرشح لا يقتصر دوره على اداء الخدمات للمواطن او في الدائرة بتاعته بشكل اساسي ولكن الناخب لما يدفع المرشح للعمل البرلماني بيدفعه لحاجتين اسستين عمل تشريعي وعمل رقابي على السلطة التنفيذية وده شيء مهم جدا في عمل البرلمان التشريع انه بيقدم اقتراحات بمشروعات قوانين بيبحث المشاكل بيطرح الموضوعات التي يراها ضرور بحثها ومنقشتها في داخل البرلمان من خلال الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات والطلبات البيانات العاجلة وكل الادوات الرقابية في نفس الوقت المرشح او النائب داخل البرلمان مفروض بيمارس دور رقابي على السلطة التنفيذية بيجلب دوره التشريعي بيشارك في صياغة الاستراتيجية العامة للدولة في التنمية بيشارك ايضا في خطة الدولة من خلال تقديم اقتراحات من خلال تقديم مشروعات من خلال هذا فطبعا هاي عايزين نغير هذا المفهوم عند الناخب وعند المرشح في وقت واحد لان دور النائب في البرلمان الحقيقة ده بيمثل يعني بيمثل عيب عليه فعندما يكون برضو بنلق عليه عبء في الدائرة نفسها ودخدمات المواطنين هذا الدور المفروض بيقوم به المجالس الشعبية المحلية مفروض المجالس الشعبية المحلية مع السلطة السلطة المحافظة السلطة بزيادة المحافظة لان ده مشروعات محلية مفروض بيقوم بها هذا المجلس المحلي بس الناس لسا عندها خلط في المنطقة دوت يعني لا طبعا الخلط بيجي منين من العالم الوعي لو كان فيه هناك وعي وكان فيه دور حزبي بيمارس في الشرع السياسي وتوعية للمواطن وتوعية للمجالس المحلية نفسها لعضاء المجالس المحلية بأهمية دورهم في داخل المجتمع مش هيكون هناك خلط في هذا الأطار يعني طيب حراك شايف كيف تقيم دور الأحزاب في انتخابات مجلس النواب والله أنا بأعتبر يعني لما ناخد كلا الخلط الحزبية عندنا يعني بالله عندنا أكتر من 120 حزب طبعا مفيش دولة فيها العالم فيها هذا الكم من الأحزاب يعني 120 حزب آه يعني بكون 120 حزب يعني بارعا يعني جمعيات خيرية دي ولا مش فاهم يعني هتبار حضا يعني مفروض مثلا الأحزاب مزيتش عن 5 في الداخل الدولة وبعدين الحزب برضو بعدين احنا كان لنا تجربة قديمة حزبية من زمان من 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 23 في صورة 23 كانت تجربة حزبية كانت جيدة يعني لحد ما بصرف النظر عن وجود قصور لكن احنا عايزين نحجم هذه الكمية الكبيرة من الأحزاب في عدد محدود من الأحزاب مثلا خلا نشوف زي نقدر نقدر ندمج هذه الأحزاب آه بس خلينا بقى هاخد الأجابة تحرك دي بعد ما نطلع بره لسوديو أول كتيبة المرسلين معنا من القفر الشيخ مراسل النيل دونفس تفضل المصري أحمد بكير أحمد أهلا بيك تحياتي قولي أحمد كيف تبدو الصورة لديك يا أحمد مع انطلاق مرث الاعادة في الانتخابات في جولة الثانية من الانتخابات مجلس النواب حقيقة الأمر هناك استعداد تم لهذه الانتخابات هناك كفاءة تم في إجراء مثل هذه الاستحقاقات هناك اعتياد على نجاحها بدأنا اليوم منذ الساعة التاسعة انطلقت جميع اللجان في محافظة قفر الشيخ في تمام الساعة التاسعة باستثناء بعض اللجان القليلة التي انطلقت مؤخرا بعض الوقت هناك تأخير بعض الدقائق ولكن في المجمل العام لا توجد مشاكل تذكر كل هذا يتم بطبيعة الحال وسط الإجراءات الاحترازية هناك تجديد تم من عناصر وزارة الداخلية أمام اللجنة التي نقف بها على ضرورة ارتداء المواطنين للقمامة الطبية أيضا المستشار الخاص باللجنة الفرعية هناك ضرورة منه للتنبيه على المواطنين قبل الدخول إلى اللجنة الفرعية بضرورة ارتداء القمامة الطبية نتحدث هنا في محافظة قفر الشيخ عن قتلة تصويتية تبلغ نحو مليونين وثلاثمائة وخمسين ألف من أصل تعداد سكان يبلغ نحو أربعة ملايين مواطن نتحدث عن قتلة تصويتية تبلغ نحو ستين بالمئة نتحدث عن ثمانمائة لجنة فرعية موزعون على عشرة مراكز رئيسية هناك أربع دوائر رئيسية هنا في محافظة قفر الشيخ الدائرة الأولى دائرة قفر الشيخ واللين والتنافس بها على ثلاثة مقاعد انتخابية الدائرة الثانية دائرة سيدي سالم والرياض والتنافس بها على مقعدين انتخابيين الدائرة الثالثة دائرة بيلا والحمول والتنافس بها على مقعدين الدائرة الرابعة والأخيرة دائرة دسوء والتنافس بها على ثلاثة مقاعد لاستكمال حديثك مع ضيفك نتحدث عن الشكل السياسي لهذه الانتخابات في الدائرة وفي المحافظة التي نتحدث منها محافظة قفر الشيخ في الجولة الثانية كان هناك 150 مرشحا من المرشحين على عشرة مقاعد كان من بينهم 28 مرشحا من الأحزاب السياسية كنا نتحدث عن نسبة 23% ما بين عناصر الأحزاب السياسية وأيضا المستقلين هذه النسبة اختلفت في جولة الإعادة نتحدث عن 20 مرشحا ما بينهم 50% من المستقلين 10 مرشحين من المستقلين و10 مرشحين من مرشح الأحزاب أبرز الأحزاب المتنافسة هنا في محافظة قفر الشيخ حزب مستقبل وطن وله خمسة مرشحين حزب الشعب الجمهوري وله ثلاثة مرشحين وحزب الوفد وله مرشحين الشكل السياسي للمنافسة ما بين هذه الأحزاب الأحزاب تتنافس على ثمانية مقاعد من أصل عشرة مقاعد هذه المنافسة هي منافسة حامية حزب مستقبل وطن له أربع مرشحين يتنافس على خمسة مقاعد كما ذكرنا على أربعة مقاعد وحزب الشعب الجمهوري يتنافس على مقعدين بقوة وحزب الوفد يتنافس على مقعدين بقوة التنافس هنا كما ذكرت على عشرة مقاعد لذلك هي منافسة حامية أيضا هناك بعض الدوائر التي بها منافسة حامية أيضا من المستقلين مثل دائرة بيلة والحمول وبعض المقاعد الفردية من هذه الدوائر هناك منافسة أيضا من المستقلين لكن على أي حال الشكل السياسي هناك عشر مرشحين من الأحزاب يتنافسون بقوة على ثمانية مقاعد تبقى لنسب التصويت الذي حصلوا عليها من خلال الجولة الثانية في هذه المرحلة محافظة قفر الشيخ بطبيعة الحال لها طبيعة خاصة الدولة توليها الكثير من الاهتمام في المشروعات العامة والمشروعات المختصة بالمحافظة نتحدث عن هذا الإسبوع فقط هذه الأمور نذكرها للمواطن حتى تكون له حافظ كان هناك زيارة من وزيرة التضامن لواحدة من أهم القرى والمراكز المرتبطة بصناعة النسيج والكليم مركز فوة وزيرة التضامن قامت بصرف خمسمائة مكينة جديدة لمساعدة هذه الأسرة في مشروعاتهم الخاصة قامت بتوفير نحو ستمائة وخمسين فرصة عمل ضمن نطاق مشروع فرصتك قامت بتوفير المصروفات المدرسية لنحو خمسمائة طالب من الطلاب الذين يحتاجون لدفع هذه المصاريف كان هناك زيارة أول أمس لوزير العدل لافتتاح مكتب توصيق الشهر العقاري هنا في محافظة قفر الشيخ استبداله بشقة سكنية إلى مبنى كبير كان هناك زحام بالإضافة إلى افتتاح أيضا محكمة الحمول التي كانت تشهد الكثير من الزحام هناك لجنة من وزارة التخطيط لمتابعة جميع المراكز وتدريب المواطنين على الاستخدام التكنولوجي لمنع تعامل المواطنين في المجالس المحلية مع الموظفين وبالتالي هي عملية ميكانة كاملة لذلك هذا ما تشهده محافظة قفر الشيخ خلال هذا الأسبوع حركة دم من الدولة واهتمام كبير من الدولة لمحافظة قفر الشيخ لذلك هذه المحافظة تحتاج إلى الاختيار الصحيح في مطلع هذا اليوم حتى يكون هناك توازن ما بين اختيار المواطنين وما بين ما تقوم به الدولة إليك محمد طول اليوم إن شاء الله يا أحمد أحمد يعني شرح رائع ووافي لأبعاد انتخابات دولة الاعادة في كفر الشيخ وبتأكيد نتمنى أن هذه المنافسة الشديدة ما بين المترشحين سواء من الحزب الأحزاب أو من الفردي أن يتم ترجمتها في إقبال كبير من الناخبين على صندوق الاقتراع أشكرا جزيلا شكر أحمد بكير كنت معنا من قفر الشيخ وأتحول إلى ثاني محططنا في جولتنا مع مرسلين ورمضان المطعني من الدقهلية أهلا بك رمضان صباح الخير محمد وصباح الخير على كل مشاهدين كيف تبدو الصورة لديك فيما تعلق بالإجراءات الاحترازية بالتأكيد يا أحمد رمضان وفيما تعلق بالمنافسة في هذه اليومها وفي أي على كم مقعد تجرى جولة الاعادة في الدقهلية رمضان مجلس النواب 2020 نحن نتواجد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ممكن نتحدث عن فتح اللجان في أولى هذه الفقرات يعني اللجان لم نتلقى حتى هذه اللحظات أي تأخير يذكر في مختلف اللجان الخاصة بمحافظة الدقهلية وتحديدا في المدرسة التي نتواجد بها الآن وهي مدرسة شجرة الضر تم فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم دون أي تأخير يذكر وأيضا العديد من المواطنين كانوا أمام الأبواب الخاصة بالمراكز الانتخابية للدخول للإدلاء بأصواتهم في مرحلة الإعادة التي من نصيب محافظة الدقهلية التي لها 21 مقعد مخصص في برلمان القادم إن شاء الله ويعني مركز مدينة المنصورة يتنافس فيها ثلاثة أو أربعة من المرشحين يتنافسون على مقعدين أيضا وبقية المقاعد الفردي التي لم تحسن في أي من الدوائر العشرة التي تحتويها التي تضمها مدينة ومحافظة الدقهلية يمكن نتحدث عن هذه الكتلة التصوطية الكبيرة التي تقارب أربعة ونصف ملايين ناخب من لهم حق التصويت من إجمال عدد السكان المتواجد فيه التي تضم محافظة الدقهلية الذي يقارب سبعة ونصف مليون ناخب كل هذه الأرقام والإجراءات التي تحدث في مختلف المراكز الانتخابية التي تفوق عددها ستمائة وعشر مركز انتخابي على مستوى محافظة الدقهلية بشكل كامل تأتي في ظل هذه الإجراءات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الدقلية وأيضا وزارة الصحة المتمثلة في مدرية الصحة الخاصة بمحافظة الدقهلية بالنسبة للإجراءات الأمنية التي نشهدها في محيط المراكز الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة والانتشار الكثيف لقوات الأمن أيضا ودور مدرية أمن الدقهلية في إستباب الأمن وتذليل كافة العقبات التي تقوم بتذليلها أمام الناخب حتى يتسنى له الوصول إلى المراكز الانتخابية الخاصة به أيضا بالنسبة للشق الآخر والخاص بالإجراءات الصحية الخاصة بمدرية الصحة والتنصيق أيضا مع محافظة الدقهلية بقيادة دكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية والتجديد على الإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كورونا وعدم الدخول إلى كافة اللجان إلا بعد ارتداء الكمامة الخاصة بها مع التجديدات الأمنية الخاصة بوزارة الداخلية وأيضا من خلال التفتيش أيضا من خلال الأبواب المعدنية الخاصة التي يتم الدخول إليها لدخول إلى المركز الانتخابي الخاص بكل مواطن وأيضا وضع الحواجز الحديدية في محيط المراكز الانتخابية لتسنى وتسهيل على المواطن الدخول إلى المركز الانتخابي الخاص به أيضا مع وجود الدورة الحيوي لإدارة شرطة المرورة التي تتعامل في محيط المراكز المختلفة لتزليل وأيضا إذالة أي معوقات خاصة أمام الناخب حتى تسنى لها الوصول إلى لجنة الانتخابية أيضا من المرفض أيضا وحسب تصريحات رئيس الوزراء وتنفيذا من مدارية الصحة الخاصة بمحافظة الدقالية هو تعيين مراقب صحي داخل كل مركز الانتخابي وكل لجنة يتعين عليه الفحص بالنسبة للإجراءات الخاصة بفيروس كورونا فحص المترددين على المراكز الانتخابية الإدلاق بأصوات وتأكد من المسافات والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وأيضا تجهيز الغرفة الخاصة بالعزل في كل مركز الانتخابي متواجد في محافظة الدقالية المشهد في ساعات الصباح الأولى مشهد يبدو هادئ مع أيضا هذا الاعتدال في الطقس الذي يؤشر على أن تكون جولة الإعادة وهي جولة إعادة الشرسة بين كل المقاعد الفردية هنا في محافظة الدقالية وهي من أعلى المحافظات سخونة بين الدقالية والشرقية نظرا لعدم حسم أي من المقاعد الفردية المخصصة هنا في هدين المحافظتين هذا هو محمد المشهد بشكل عام في ساعات الصباح الأولى عندك يوم انتخاب طويل يومين انتخابين طويل طوال يا رمضان والمقاعد كلها لم تحسن فبتأكيد عندك العمالة الانتخابية تبدو على شدها تأكيد متواصلين معاك طول اليوم رمضان رمضان المتعاني مراسل النيل كنت معنا من الدقالية أشكرا الجزيرة الشكر فاندم يعني احنا كنا بنتحدث عن دور الأحزاب بس خلينا نتخطي دور الأحزاب دلوقتي شوية نظرا للوقت بتاعنا دي وإحنا عايزين نتلع برضه تاني في جولة مراسلين فعايزين نتكلم على الشباب والمرأة حداك شايف ان الشباب والمرأة تم تميزهم إيجابي طبقا لدستور لدعم العملاء من ديمقراطية كيف ترى يعني مشاركة أو تعاطي الشباب والمرأة مع سنديق التصويت في هذه الانتخابات يعني عايزين نفكر بشكل علم الموضوع شوية بالنسبة لمشاركة الشباب يعني أنا كنت أتوقع أنها تكون أعلى من المشاركة في الانتخابات الأخيرة بس المشاركة الشباب يعني بالتالي مختلفة المرة دي الصور كان حتى الصور احنا شوفناها في المرحلة الأولى ومرحلات تانية من الانتخابات الأعادة مختلفة عن مشاهد انتخابية قبل كده بالضبط يعني بس احنا نحن نتكلم على ما يجب أن يكون انت على الصورة كاملة يعني اه عايزين نتمنى أن احنا تكون مشاركة مشاركة الشباب مش مشاركة أنها تبعى في الترشح فقط لكن في الانتخابة العملات الانتخابية يعني من لاحظ مثلا أن المرأة كانت أكثر إيجابية وأكثر مشاركة في العملات الانتخابية يعني 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 وطبعا الصور بتوظر هذا والواقع بيوظر هذا فإحنا عايزين الشباب برضو يقبله برضو دور أكثر لأنه هو صنع المستقبل هو حمل المستقبل بعد كده هو بيصنع المستقبل ليه هو مش بيصنع المستقبل اللي أجل حاليا هل حرك شايف أن المشاركة الأعلى لشباب في هذه الانتخابات نظرا لإجراءات تبنتها الدولة زي مؤتمرات الشباب إنشاء تنسقية شباب الأحزاب أمور أخرى تبنتها الدولة لدعم الشباب وجود عدد من الشباب كنواب للمحافظين ولا شايف أن حرك المشاركة اختلفت في هذه الانتخابات لوجود الشباب مرترشحين من الشباب في هذه الانتخابات لا هو طبعا يعني نتكلم بشكل واقع إن المشاركة الشباب يعني إلى حد ما اختلفت عما كانت في السابق بقت نسبته أعلى وطبعا يعني راجع لأسباب معينة وهي إيه إن الدولة فتحت المجال للشباب وكتبه في عدد كبير من العام العام سواء كان في المؤسسات أو سواء حتى يعني باللاحظة الوقت إن معظم نواب المحافظين شباب فطبعا نوع من المشاركة في الشباب لكن إحنا من نتمنى إن الشباب يكون أكثر مشاركة في العملية السياسية نفسها وطبعا عشان يكون الشباب بقى أكثر مشاركة لابد إن كل أحزاب لها دور في هذا أنا شاف الأحزاب بأي مبدوء كويس هو يا فندم يعني في الدأهلية في كان قفر الشيخ مثلا منتكلم منافسة جديدة بين الأحزاب الوافد والشعب الجمهوري ومصلاب الوطن في المقاعد هناك ده المنافسة دي منافسة في جذب الأصوات الناخبين أنا عايزين المنافسة دي تبقى بين الأحزاب بقى فين بقى في الشارع السياسي بقى فيما بعد هو نشر التعويل أحزاب تتنافس فيما بينها لنشر الوعي السياسي بين المواطنين لأن كلما زاد الوعي السياسي عند المواطن كلما زادت المشاركة ده دور الدولة ودور الأحزاب لا دور الأحزاب مش دور الدولة لا دور الأحزاب بالدرجة دولة يعني نشر الوعي السياسي ده دور الدولة ودور الأحزاب لا الدولة بتمارس عمل مؤسسي رسمي لكن التوعية السياسية من خلال العمل الشعبي اللي هو في الشارع السياسي الدولة برضو لها دور في هذا الاطار يعني والأحزاب ما يجزء من الدولة يعني في النهاية فالأحزاب يعني على سبيل مثلا إحنا كنا منلاحظ مثلا فيما مضى التحدي الاشتراكي كان له دور سياسي قوي جدا بين الشباب وكان بيكون كوادر وكان بيعمل وكان له النشاط احنا برضو عايزين يبقى لهذا الدور يبقى عند الأحزاب موجود في الشارع السياسي المزيد من التوعية ومزيد من جذب الشباب في اللاجئة الزمن يا فاند الأستاذ عبدالجواد علي اللي كتب الصحفي بجالة الهرام أشورك جزيلا شكرا 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 فتنا يا أستاذ عبدالجواد لا عفو فاند شكرا شكرا طيب احنا لسا معاكم جولة مع مرسلين نشوف بقى معاكم اللي جانب التصويت عامل ايه والشكل الانتخابات عامل ايه والمنافسة بين المترشحين في هذه الانتخابات عامل ايه هنطلع دلوقتي للإسماعيلية وزميلي من هناك هشام حامد أهلا بك هشام أنا شايف فيه صورة وفيه حركة وراك هشام كده يعني أصف مشهد حواليك والمنافسة عندك في إسماعيلية عامل ازاي نعم يعني جولة الاعادة في محافظة الإسماعيلية هنا في ثلاث دوائر في محافظة الإسماعيلية الدائرة الأولى وهي دائرة الإسماعيلية ثانية ويتنافس فيها أربع مرشحين أما الدائرة الثانية وهي دائرة القنطرة شرق ويتنافس فيها اثنين من المرشحين والدائرة الثالثة وهي دائرة القصصين ويتنافس فيها أربعة مرشحين يعني طبعا هنا في الإسماعيلية اللي جانب الانتخابية فتحت أبوبا في التاسعة صباحا هناك إجراءات أمنية مشددة وإجراءات احترازية بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي يعني كما تشاهدون في الصورة من خلفي هناك أعداد من المواطنين قدمت في الصباح الباكر لإدلاء بأصواتها هناك تحديدا في لجنة فاطمة الزهراء بمحافظة الإسماعيلية هناك أعداد من المواطنين توفدت على اللجنة الانتخابية في الصباح لإدلاء بالأصوات والمشاركة في العملية الانتخابية واختيار من يمثلهم في مجلس النواب القادم كان جوم اللجنة كان بيتم عملية تعقيم اللجنة واضح أن اللجنة بيتم تعقيمها كل ساعة أو أول بأول أعتقد أن الإجراءات الاحترازية عندك على أشدها مثل الصورة في ضقية لجان الطراع في محافظات الإعادة في جولة الإعادة كلمنا عن إجراءات الاحترازية وقد إن هي الصورة دي بتساعد الناس وبتشجع الناس اللي هم ينزلوا ويدوا بأساتهم في هذه الانتخابات في الحقيقة محمد يعني اللجنة الانتخابية هنا في الإسماعيلية تم تعقيمها على مدار الأيام الماضية والمرة الأخيرة للتعقيم اللجنة كانت مساء أمس لكن قبل قليل كانت هناك عمليات تعقيم لجميع اللجان وفقا لتصريح محافظة الإسماعيلية أيضا هناك تجديد كبير جدا من القوات الأمنية ورئيس اللجنة على ارتداء كل ناخب وكل موظف داخل اللجنة للكمامة أيضا هناك كما ترون هناك ربما الصورة توضح الموقف هناك عملية كشف الحرارة على كل ناخب وهو داخل اللجنة اللي يدل بصوت هناك كشف الحرارة على الناخبين وبالتالي الإجراءات الاحترازية مشددة هنا في محافظة الإسماعيلية أيضا الحفاظ على التباعد الاجتماعي موجود هنا في اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية شام الصورة تبدو نموذجية حتى هذه اللحظة في اللجان التصويت ويبقى مشاركة الناخبين لإدلاء بصوتهم في هذه الانتخابات احنا لسا معاكم مستمرين في هذا الصباح بعد قليل زميلتي مجدى القاضي وحوار آخر وبتأكيد أيضا نظرة على اللجان التصويت في جولة الاعادة من الانتخابات النيابية المصرية ان شاء الله هقوم معنا على مدار اليوم وحتى التاسعة مساء مع غلق لجان التصويت أبوابها في اليوم الأول من جولة الاعادة ابقوا معنا